صبع الخير او مساء الخير على برج العزراء. آآ برج العزراء اللي كراء النهاردة العطيفية ليه? نخش على الطاقة العامة ليك. آآ برج العزراء آآ انت خارج من علاقة آآ او في علاقة ولكن شاعر بان هي آآ في نهايتها او متقلم من شيء حدث فيها نجمانة قوي على الاشياء اللي عملتها او قدمتها في العلاقة دي. بالزبط وبتفكر في الرحيل بالفعل. وزعلان قوي على الحاجات اللي عملتها كتير قوي. ولكن آآ يعني انت زعلان على الباص في العلاقة. ولكن في حاجات تانية حلوة في العلاقة. ما انت شايفها يا برج العزراء. وما قرر الرحيل. ولكن آآ في حب في العلاقة دي قوي انت كنت بتحب حد او او هو بيحبك ما زالي يعني. طب نشوف كده. مشاعر. اهو. انتو خبطت ببعض والقين. يا رب ان هي تطلع حلو. ان شاء الله حلو. برج العزراء آآ زي مقلت لك انت خارج من العلاقة او في النهاية بمعنى عطاق. آآ يعني خلص بتقفلوا العلاقة مع بعض. جراحته ببعض قوي. آآ هو متقلم منك قوي 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 قوي. آآ يعني في قمة الالم. في قمة الالم. آآ ممكن تكون قلت البعض كلام سخيف. آآ اوجهت له اهنات. اوجه لك اهنات. لان آآ انت شاعر بانه خدعاتك. وآآ شاعر بانه ضحك عليك. بص انت انت ندماني. انت فشد ندمك. انت زي ما تكون بتقول يا ريتني ما دخلت من العلاق قديم الاول خالص. يا ريتني حتى ما ما فكرت فيه. فا ولكن فيه كوبين في الآخر يا برج العزراء ما انت شايفه. ممكن تكون انت ظالم الشخص ده. ممكن. لانه متقلم قوي. حتى لو بيظهر عكس ده. ولكنه في في قمة الالم. والحصرة والندم. وفي قمة الواجعة. وانت شاعر بانه خدعك. ودحك عليك. ممكن يكون خبه عليك انه بيعرف حد تاني. او ممكن تكون اكتشفت شيء تاني. ممكن تكون اكتشفت طرف تالي. في العلاقة. ممكن يا برج العزراء. وانت كنت بتحبه قوي. لانه واخد ثلاث سيوف. ممكن يكون تكون برج. آآ قصدي ممكن يكون علاقة ثلاثية. فعشان كده انت حاس انه اضحك عليك. وانا شخص ده كذب وكان بيضحك علي كل الفترة اللي فات دي. آآ طيب. هو شايفك ازاي? شايفك ان انت شخص آآ شايف ان انت متقلم. يعني هو هو متقلم. وشايفك كمان ان انت متقلم. يعني هو عارف ان انت تعبان. وممكن يكون آآ يعني انت متديل وش ان انت مش همك حاجة. بص. ان انت ماشي. ومتديره دهرك. بس هو عارف ان انت تعبان على فكرة. وعارف ان انت مطلع له الوش الخشف ده وان انت مية مية. ولكن انت تعبان. ما بيتنامشي. بتفكر في كل حاجة حصلت. وانتو اللي اتنين خبطتوا ببعض وخلاص. انت شايفه ازاي? آآ انت شايف ان هو بيدافع عن نفسه. آآ ممكن نقول ان انت اكتشفت حاجة عن الشريك يا برج العزراء. ولما واجهته بالشيء ده هو بدأ يدافع عن نفسه ويقولك لا والله ما حصل. والله انت منتهمني وتقوله لا انت كدب انت شخص مخادع انت خدعتني انت تحبت علي عشان كده هو مجروح منك. وتعبان اوي 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 اوي. وابيدافع عن نفسه. كل ما بديك يتكلمه في حاجة يقولك والله ما عملت والله ما سويت والله ما عملت يعمل حاجة. وانت زعلان عشان كده بقولك انت في حاجتين مش شيفهم وراء. انت مدي بص بص عالتلاتة اللي اندلقوا وسايب الكوبين اللي وراء. ممكن تكون ظلموا يا برج العزراء. مشكلته ان هو بيحكم على الحاجة هو ده. مش هتزحزح مش هبتحتها. وبيحكم على ناس بسرعة. طب هو ايه الخطوة اللي عايز اخدها بقى? يعني بعد التلات صيوب دي ايه الخطوة اللي عايز اخدها? الغريب ان هو عايز استقر معك. شوف اما بقولك الغريب بقى ازاي واحد مجروح من واحد عايز استقر معك. هو بيحبك. وشايف ان دي العلاقة المثالية ليه اصلا. اما الايه اللي حصل? انا بقولك انت ممكن تكون انت ظنت في ظن وحش. او يعني وصل لك كلام عنه ان هو عارف حد غيرك. وهو مش عارف حد غيرك ولا حاجة. ولا في اي حاجة تاني. وممكن يكون فعلا يعلقص ولا صيحة? وانت عارفت بالطرف الثالث ولكن انت الشخص الاصلي عنه. ممكن يكون الثالث ده بيتسلى معاه او علاقك كده يعني عشوائي. لكن انت الاستقرار. انت الزوجة. او انت زوج. انت شخص مستقر معاه. الخطوة اللي انت عايز تاخدها يا برج العزراء طبعا باين جدا انت عايز العدالة تحصل. انت تعبان اوي على فكرة. العلمك انت حاسس بالخديعة. وعايز بقى العدالة اللي هو القرمة تحصل. وبتقول ان القرمة دي لازم تحصل في العلاقة دي. او بتقول ان ان انا امشي وسيب العلاقة هيدي دي لك قرمة. فعشان كده انت ماشي. انت فعلا انت مكرر تمشي. وبتقول في عقلي بلك ان هيدي هيدي العدالة. هي دي العدالة اللي مفروض تحصل. العدالة ان انا امشي او العدالة ان هو يجي بقى ايه يصلح الموضوع ده كله. الاخر كده عالبلاطة. فهو شايفك الاستقرار. مش شافك سوري هو عايز اعمل الاستقرار. وانت عايز العدالة. بالاخر. العدالة بقى في ايه? لو هو في طرف تلت. لو سمحت اتجاوزني. واسبك من طرف تلت ده. او لو سمحت لو انت سيب بالطرف تلت ده. وركز معايا. لو هو بيعرف بنات. لو سمحت سيبك من بنات دي. وركز معايا. اه لو هو جرح. اتفضل صالحني وفهمني. ليه بقى بقول كده? لان لانه شايف العلاقة هو اصلا شايف العلاقة انت ممكن تكون بتتعمل مع حدا برج الديوزاء. اه شايف العلاقة ان ان هي دي العلاقة اللي هو كان يطمح بيها. العشاء. زلا فرز. شايف ان انت السلمي بتاعه. انت الاستقرار. انت اللي هتحقق له كل حاجة في الحياة. والله هو تعبان جدا. مجروح منك قوي. كانش متوقع ان ده يحصل على فترة. انت شكلك ظلم يا برج العزيزاء. لانه بيحبك قوي. وممكن يكون فعلا يعني مش خدعك. خب عليك حاجة. ولكن هو في الاصل شايفك الاستقرار. وشايف ان انت السلمي بتاعه. وانت الشخص اللي بيحبه وهيفضل يحبه. طول العمر بقى. مش هيسيبه قبل. وانت كمان شايفه الاستقرار. مش بقول لك انت زلمي. انا بقول لكم برج العزيزاء مشكلته بيغسرها. ممكن انا بقول لك انت في حاجة وصلت لك عن الشخص ده. وخدت القرار سريع. باي 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 باي. وشايف ان هو ده المفروض يحصل لها مش هو ده. مشان ده الاستقرار. دي العلاقة. العلاقة دي استقرار. انت شايفها الناس تقرار على فكرة. وشايف ان هي حاجة حلوة. وهو كمان شايفك انت السلمي بتاعه. فليه بقى ده? ليه اللي لا دي كله. اه سوريا نقطع اه انا قطع شوية الفيديو. نكمل مع بعض. فالنصيح عليك ان انت قد قرار بقى. وبطل بقى اللعقة ده كله برج العزيزاء. ما سمعت? وبطل بقى حوار انت بتخدعني. وتوجه اتهمات للطرف التاني. على اسس غير مبنية اصلا. ما بيش حاجة مبنية بكلها اوهان تجنغك. كلها اوهان. اهو. اخرج بقى من ليلة العشر صيوف دي اخرج. اخرج بقى يا برج العزيزاء من الليلة دي. خد القرار بقى كده. انت متقبس عشر صيوف وهو شايفك انت كمان من تسع صيوف. انت عامل يعني بتوهم نفسك بان شخص اللي معك تكدب. وانه نصاب. وبيخدع. وحرامي. كل ده فيه. وهو راجل ولا في حاجة. راجل بيروح ينام. ويصعى الصبح. يلاقيك بيقول له اه. ها قضيت الصهرة مع مين النهار دي ستي والله قضيته على بتاع. اخرج بقى بره دي. واخد بقى قرار بقى حزن بقى مع نفسك. واعدل امورك. اعدل امورك. واعدل تفتيرك. آآ راجل بيحبكم يعني يا برج العزراء. يعني اكتر من كده مش عارف. برج العزراء بيصدر احكام على الناس في سانية. في سانية. متسرع اصلا. يعني برج ترابي. بس متسرع. طبعا بتتعاملوا مع برج ترابي. او برج مائي برضو. طب نشوف المبتعدين عن بعض. وشخص المبتعد عنه. وراجل العزراء. مشاعره ايه? كنت ده ظهر تاني. الظهر ان الشخص اللي انت في الاولاني. اللي انت قفلت معا ده. ميته ايه طيب? ليك? ده تعبان قوي. واخد تلات سيوف ودي العشرة مين هم. يعني انت هريتو. ده انت قلت له تعالى بقى. هستلمك. ميته ايه? حرام والله يا الحرام اللي بيعسل ده. مش معقولة. مش معقولة يا برج العزراء. ده تعبان منك وفي نفس الوقت ممكن يكون ده سيناريو تاني. انا هشوف بس كده اتأكد من حاجة. لو همش السيناريو الاولاني فهنا هشوف السيناريو التالي. هل ممكن يكون عايز يخرج بقى من الكركبة اللي عصلت في دي ولا ايه? اه. ايه 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 ايه. اه اه تعبان قوي 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 واخد طبعا العشر سيوف. وآآ يعني شوية غدر لطيفة. هو عايز يعمل ايه? نيته ايه طيب? نيته انه هو. يخرج بقى بره الليلة اللي هو عملها دي بكل فدو يمشي. من ايه من العلاقة? لا يمشي من ما اللي حصله ده كله عموما ويستريح بقى لانه تعب قوي عشر سيوف كتير عليه. كتير عليه قوي برج العزراء. لو انت اللي عملت فيه كده فعلا. وآآ وطبعا حاسس بالغدر طبعا. وبس نيته مش يخدر. لا هو نيته يخرج. يخرج. ويغيد بقى التوازن تاني لحياته. ويحتفل بقى باللي عنده. تمام? ويكون برضو ممكن يكون ناوي يرجع. عايز ياخد قرار اهو اه. ممكن يكون عايز يديك فرستك. نلجح مع بعض ونكمل مع بعض التسع كبيات. بس هياخد فترة استراحة الاوي. وبعد كده هعايز يرجع. ويبتدي بداية جديدة. اوكي? وممكن طبعا سناله التاني ان الشخص آآ مجروح منك قوي قوي قوي. وآآ ونكرر ان هو يخرج بره العلاقة. ويستريح ده وبعد كده يبتدي بداية جديدة مع العصو. خالص. بيده عندك. ثانية واحدة. عشان بصينا زيديوه يحيط. آآ يعني يبتدي خالص بقى ويبصل حياته ويبتدي بداية جديدة مع نفسه ولكن قرار حازن يعني ما فيهوش رجع. يبصل قدام ويمشي. سلام عليكم السلام. لما هو يعني على اخر خالص. اعتقد ان هو ده الشخص الاوليني. ممكن يكون العكس. انتو لتعبنين. هو اللي غطب فيكم. طيب الجاي في طريقة كيابة بالعزراف. لو انت يا شخص عايزي فما مش مفتبط ولا حاجة. من الزكار جات. طريقة. بما انكم عزار بقى فنغير الكروت كده عشان نغري حاجة. الشخص الجاي في طريقك. مشاعره ايه? وين يتقي. الشخص الجاي في طريقك اه الشخص ممكن يكون كان مبتهد عنك. وعايز يرجع مرة تانية. لان مشاعر جديدة عايز يعمل مشاعر جديدة ان مشاعره ماتت تقريبا. وعايز يعمل ولادة جديدة لمشاعره دي. وممكن يكون شخص برضو جديد خالص ما عرفاكش. وعايز يعمل ولادة جديدة لمشاعره. وينوي على ايه? طبعا دا كرت الغموض كله. هنشوف دلوقتي برضو. وضحات. هي من برج العزارة وبرج الجرزاء اللي قراءة بتاعتهم بيجب اغريبة. آآ شخص قديم او كان يعرفك شاعر بينك وحش قوي 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 قوي. وآآ او جيت على باله آآ فجأة كده مشاعر بينه بينك وحشته. وعايز يرجع مرة تانية. وآآ طريبا كان مقطوع بينكو التواصل. ممكن يكون كان فيه بلوك ولا حاجة. او مسلا مسحين بعض منها على الفيس. وبعت آآ 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 تاني وعايز بقى يرجع تاني للذكرى دي. طبق مشاعر وايه? آآ مشاعر زي ما قلت لك. بيقفل حاجة قديمة وهيقبصوا كارتين متنقضين يعني. حاجة ميتة وده الرش نفسها. آآ فهو آآ مشاعره آآ تقريبا الحد قديم زي ما قلت لك وخلص المشاعر آآ بيقفل عن مشاعر القديمة وبيفتح مشاعر جديدة. عايز يعمل ولاية جديدة للمشاعر. عايز يرجع تاني المشاعر دي قديمة. حلوة الجميلة اللي كانت ما بينكم. اهي. بصوا. دي حاجة ماتت ودي حاجة بتاتحية من قبل في العايزة لرجع المشاعر القديمة ما بينكم. وزي ما قلت لكم حد كان معطوع بينك التواصل. ناوي على ايه? ناوي انه يعمل تغيير. تغيير في العلاقة. آآ ده البرج المنفجر يعمل تغيير. زي تغيير مفاجئة. وفجأة كده هتلقوه دخل عليكم. ببالك ده تواصف سريع. حد بيتوصل سريع جدا عشان كده داخل عليك والداخل اللي هي لايه? سألت كده كده انا بحبك وعايز ارجع. فانا هو يخرج بقى بر الغموض ده. يعمل تغيير. زتور. المعنى شاء برج العزراء الحاجة فصلت مني. التليفون فهكامل بس اهل حاجة انا عملت هنا هو ده كانت كده. فانا عملت توضيح الزتور. ايه? وهو عايز يلدي عمارة تانية برج العزراء وعايز ما هو المتحكم في العلاقة. وعايز يدي العلاقة دي فرصة تانية. وشايف انه ان انت المناسب ليه جدا يعني. بص هو ده نفس الكارتة خلي بالك. شايف ان انت الشخص المناسب ليه. وعايز يرجع العلاقة دي تبقى زي زمان بالزبط. اوكي. لكن انت بقى عملت عليك انت انت بقى مش عارق. انت اه واخد احتياطاتك منه قوي لو جي قدم لك العرض ده لان ده عرض سريع. اه دي مش حاجة بطيقة. ده عرض سريع جدا. واحد جاي اه اه سلام عليكم وعليكم السلام انا انا جاي اخده. اه يا ابنم احنا سايبين بعض بقى انا سنة انا سانة جاي اخده. فانت هتبقى اللي هو ده تتحرم. بتحكي عليه. قدام ايه? انت احنا سايبين بعض. ده احنا مباتلين بعض. ازاي راجعتيني. فهتبقى اواخد احتياطاتك. ولكن هتقبل به. لان انت برضو لسه بتحب. انت كمان عندك حانينيلي على فكرة. ولكن بتخبي ده. وبوقت العزراء يعني ما ما يعني ما توصلش في حوارة انه يخبي يعني. وعلى فكرة هيبقى مخبي كمان مشاعره هو كمان. مش هيبقى لك مشاعره اي. وهيبقى فيه غموض. عشان كده انت هتبقى خايف منه. بتبقىش فهمه هو راجع ليه? هو راجع من اللي راجع يسلم عليه. ولا راجع. ولا راجع يخدعني تاني. عشان كده انت ايه متخاف من القبيل. فبرج العزراء هو شخص اه بيحبك. بقدر تتعامل مع برج مائي جوزاء وعقرب. دهر لنا اتنين عقرب. قوس. وبرضو برج الحوت. وبرج هوائي ممكن. اه ولكن هوا برج قضي عرض صادق يعني. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة. واتفعل زر الجرس. عشان يوصل لك كل الجديد ان شاء الله. واللايكة كمامهم جدا. شكرا. شكرا.